طيب فيه تجربة ناس جربتها كتير بس أنا لسه وجربتهاش لكن بيقولك أنا بمسك مرتبي من هنا أول الشهر ولقيه بيتفرتك ما بيعودش معايا يومين ثلاثة فحننزي نال رح تقلتي في فيديو أنا حط إيدي على الفلوس وأقرأ إيه بعشان الفلوس تزيد سورة قريش ثاني أنا مش بس على الفلوس أنا على ذهبي أنا على أكلي أنا على هدومي أنا على أي حاجة مادية في حياتي بقرأ سورة قريش سبع مرات ودي حاجة أنا خدتها من جدتي على فكرة فأنا أنا بجربها بقالي حضار مجربة يعني أنا بجربها من 2013 ما فيش فلوس بتجيلي أو بجيبش أو هدية جيلي وسبحان الله أنا بعملها محبة قناعة يقين أن ربنا زي ما قالها في الآخر أطعامهم من جوع وأمانهم من خوف فلما بتقري على الحاجة دي بقناعة ويقين ويقين ورحص نظام بيقين الهدايا بتجيلك تاني بزيان والفلوس بتيجي تاني والشغل بييجي ولو السفر بييجي يعني على أي حاجة ملموسة بعملها بعمل ده ومشاء الله يعني ومش لوحدي ناس كتيرة جربت الموضوع في ناس تيجي تقول لي إيه لأ مع أسانة قرتها والفلوس اتصرفت دي أنت دخلة مصلحة على فكرة ربنا ما بيتعاملش بالمصلحة ربنا بتعامل بالمحبة بتعامل باليقين يتعامل بحسن الظن فأنت بتقولي على الله مش بتقولي علي على فكرة ده كلام ربنا مش كلامي أنا أنا في الآخر بقولك ده فعليا من المجربات مش من أنا الوحدي ده من أيام جدود جدود الجدود وفعليا أنا أنا قعدة بقالي 11 سنة بعمل ده 11 سنة فعليا